تمت إضافة مادة تنص على أنه يمكن لأسائل إدارات منح سهيلات حسب الحالات الخاصة الأمر هنا يتعلق بالأساس بالولوج بالنسبة للنسجام مع المقتضيات التي اعتمدت على مستوى تعليم منظومة التربية والتكوين بالشكل لأباء والأولوية للتلميذ والتلميذات والأمهات التي تمنح لهم تسهيلات حتى لا يقع مشكل في هذا المجال وبعد ذلك تقدم سيد وزير التربية الوطنية وتكوين المهني والتعليم العالي والمحك العلمي بالمستجدات التي تنظم التوقيت المدرسي باعتبار أن المرسوم الذي يحدد توقيت العمل في إدارات الدولة وجامعة المحلية كيف يفوض الوزير التربية الوطنية وتخذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بالتوقيت بحيث أكد السيد الوزير على عدد من المحددات وأهمها أن تقع ملاءمة التوقيت المدرسي في الفترة الاشتوية مع الخصوصيات ديالا اعتماد توقيت صيفي دائم مع الأخذ بعيد الاعتبار الفرق بين الوسط الحضاري والوسط القاروي والإبقاء على صلاحيات مجالي للتدبير في الوسط القاروي في اختيار صيغة الأنسب لتدبير الزمن المدرسي تابع الخصوصيات المجالية وأيضا تكييف التوقيت الخاص بيوم الجبعة تابعا للخصوصيات الجهوية ولهذا الإطار العام أنه على مستوى الوسط الحضاري في الحالات اللي عندنا قاعة لكل أستاذ فإن التوقيت من التاسعة الواحدة ثم من التالتة إلى الخامسة يعني توقيت حتى التسعود والفترة في منتصف اليوم نحفظه على المبدأ ديال ساعتين ويوم الأربعة أنا عنده من التاسعة إلى الواحدة وفي العالم القاروي اعتماد توقيت المصمر مع نصف ساعة الأقل بين الفترة الصباحية والفترة المسائية من التاسعة إلى الثالثة في الحالات الأخرى اللي كتكون عندنا قاعة لكل أستاذين أو يعني بعض المقتضايات اللي كتهم تعليم الإعدادي والتأهلي فهي ستصدر لأن هذه في بعض التفاصيل المدقاقة لكن تجاه لعن فيما يخص تعليم الإبتدائي اللي في إشكالية مطروحة فهذه الصغة ستمكن من أخذ بعين الاعتبار المسجدات المرتبطة بالتوقيت الجديد ولكن في نفس الوقت أيضا الحفاظ على ساعتين في منتصف اليوم بالنسبة للتلاميذ والتلميذات وأيضا المراعاة دي الخصوصية للعالم القاروي ترجمة نانسي قنقر